اشتركوا في القناة 2017 ما شاء الله عشرة حسيلوا عيسي دي احداث اللي صارت لي هاليا مثل كل ممكن غبت عليكم شوية خاطر عندي حاجة تنخدم فيها حاجة يسر مزينا بش تفرحكم اكيد اول حاجة ايني في كوكو ديكو اللي موجود في حي الرياض سوسع معروف وغني عن التعريف راه هو مش معنيها اني نصور فيه ليه راه هو غني عن التعريف بالقالية متاعو بالمعونة متاعو بكل شي هو حلو الحقيقة ما شاء الله كيما قاعدين نشوف وراوذية شوية شوية ما بطش اللوطة وما صورتش بالحق عندو ما شاء الله خيريت وبركة كيما قاعدين نشوف ايني راني اليومش نعمل معاهم زيدا في الباجم تيهم فيديويتا كاسغيرونات فيهم روستيت لشهر سي ديرهم ذا ان شاء الله نحبكم تدخلوا للباج تو نحطيكم في صندوق الوصف اهم حاجة مش تدخلوا زيدا تتفرجوا فيا مشيش تنسيو اهم حاجة تعليقاتكم وتشجيهاتكم لي نحبكم تدخلوا وتتفرجوا شوفوا روستيت متاعي وشوفوني واني كيفاش نقدم وكالجو وصندص عامل جو شنا مريكم زيدا كويليس صغيرة مانيش بش نوري بتبيع كل شي جوستك صغيرة شوية شوية وتشوفوني عاد وقلوا لي رايكم في التعليقات هاني نستني فيكم مشيش تنسيوني هاني نتغشش عليكم شاء الله ربي يخليكم دي الناس الكل ونعرفكم ما أده وقدود المهم لاني نكمل خايتك نصور خاتر بالحق حاجة يسر مزينا ومش نزمنهم بتبيع عائلات بش نخدم بيهم معناها للرستيت متاعي اللي بش نعملهم في في كوجينتهم لحقيقة مش في كوجينتي المرة هذي هانا نبدلو أمل عشاية متاعنا بطبيع في دويرتي وشقان الفتر في دويرتي ودبارتي ديكا ما نقتحيش عليكم ان شاء الله ديما انتو ما أعز ناس على قلبي يعني ما زلت كي روحت تو تو معناها ستقوني في الليل الماخر قلت أهم حاجة الناس اللي تبع فيها في اليوتيوب يزمني نعطيهم تبارد لعشاء هكا ولا أما الهني حابيت نوريكم صندوسها كيفية شوي كوجينة وهي الدور يعيني يعيني تصلوا الجولة وذوكم اللي تشوفوا فيهم بالحق أولادي يكيب يسر يسر محليهم بالحق أمهم ومعهم 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 عاملين جو وحنا شيخين مبعضنا لحقيقة ومرتاحة مرتاحة مرتاحة المهم نخرج حاجة مزينا فيديو مزيان ان شاء الله يا ربي اني ذكا واحد شي يقول نحب حاجة مزينا تفرحوا بيها انتو مزيدة واللي تبعوا فيها وجيوني هكا تعليقات حلوة تشجعني ان شاء الله يا ربي ما هو الكلم البيه يطلع راو والناس السلبية ربي بعادهم علينا عذيك عشان قول أما ذوكم هما موجودين في الدنيا لا غالب معنا ما نعملوا حاسلوا قتلهم صوروني تخليني نهبط على اليوتيوب واني يا للا دور دور واني نعم في فازيت وراو بصدقوني القاعدة كلها ضحكة ما دامني ايني معاهم بتبيعة يزن برشا ضحك ايا حاسلوا ديمة العصيدة يعطيني عصيدة المهم العصيدة الخبز راهو موجود برشا حاجات اخرين تنوريهم لكم خليش منش بش نقول شو مش حضرت بتبيعة خليها سوروبرايز المهم بعد ما كملت الحلقة لولا روحت دوك ديك الواقع معناها واني للا عاملة شوية بيك يجدتو بسكارتو وضحكتو استغفر الله العظيم المهم ما يزمي عاد نقدروحي باش تطلع الصورة حلوة امي لاني جبت العيد جبت العيد وجيت قتلك مرم ذنيني لانو قد نعمل فحلول ونعمل في شي هاتك المقروض وهاتك الشقالة وهاتك البيدون وهاتك الكل وحطت في الفيراندا وبدت تنقش بك بتعرفوا مقروض امي عاد كم فيش يك البنو الزرقة ذيكا وك الشقالة ذيكا وك الأوصر هيك هيك ما يجيش مقروض ابنين راو مقروض الوالدة لا يغل عليه قعدت في الشميسة حتتبنوها وحطت امورها وحطت جوها الكل وعيدت على بكري ما شاء الله ميلة ذيكا لحلوم تيحها امي مقروضها وحطت اشقالة تحت الطاولة في السالك باش كي جوع تمد منها للشقالة من مدوش اشقالة ممكن ساعة حتى تصطل معناها فهمتو شنوها هذيكا هي البنة والسر البنة بتاع المقروض الديري بتاع امك كيت حت في السطل والا القزرية حاسين وربي فضلها راني فدليكا وبرق كل امي ربي عزك يا امي وربي يشدك بصحة بدك يا احلى ام في الدنيا اش بد عندك ويتشحر كيكا شوفو شوفو كثخامة محليها زيد وبرق ربي فضلك لينا يمينتي يا غالية عيا برا نعطيكم تبارد العشام تع رمضان قول ما نسيتكمش قولوا اني خايبة اللي رانيني موري مريق لا حتى ما عنديش سيبورو سيبور مكسر قلت يزم يا سندس تصور وحتى وكان التليفون في يدك مش مشكل عصيل ورا واحد للدار اش بش طايب يا سندس اش بش تعمل خلنا عطيكم الساعة اول حاجة خبز لمبسس او تبيع عن نسل كله تحب كان خبز لمبسس في رمضان فهمتش عليش اما يخييني خط الريحتو تحلى وتحلى كيف تبدأ هكا في الكوجينة ما شاء الله اما خاصة كتعملو في الدار هو بنتو لحقيقة حتى متاع الشراء محليه لحقيقة مش للأمانة معناه نكوتو سبيسيال هي حتينا المقادير شنين المقادير خمسمائة جرام سميد ارتب عليهم ميتين جرام فيرينا حملتو باليغورط الطبيعي المراهلية حتيت عظمة و بقياس اليغورطة بيش نحط يغورطة زيت زيتونة خطر المبسس يحب زيت زيتونة حتيت حب التحلى وابس بسين ووجوه والملح والدنيل كله باش نحفر حفرة ونعملها كل خميرة الخبز ونحط عليها المادة فيه خبز معروف دي ما نعمل فيه شنو اللي بدل فيه خبز لمبسس كيف يبدأ فيه وزيت زيتونة نقص دي ما بزيد معانيا خطر يحب الزيت وكهو خطر بعد ما يخمر باش نزيدونا مسحوه بالزيت ها كيكا وذي كهو لنفلتو حسيلوا كملتلي هنا حاتيت ما زيل كان الملح ما حاتيتوش يظهر لي اه شنوه اخر اه ونحجل بالماء تدافي معنا خميرة الخبز اكهو المهم كيتعجنو من لول بالكده بالكده تخليه يخمر ربايا ساعة نصيف ساعة انتي والسخنة اللي عندك بيه بعد ما خمرت تشكله بعد ما تشكله يعني نقص دي تشكله واحد تعمله اشكال تعودت خليه مرتين يا خميرة دا كوردو عاي نكمل نهجنا كهو ستقوني ها تاعب الحقيقة كريتو صوتي تاعب شوية خطر بالحق بعد ما طيب طلع شي مشيت معناها نصور في فيديوهات ان شاء الله يطلع بركة مزيانين وروحت روحت بكري شوية وقلت خليني نعمل منتاج الفيديو متاعي ونقرأ القرآن متاعي ونصلي فجري ونرقد وكاو وان شاء الله يا ربي نلقى نتيجة حلوة النتيجة الحلوة اللي نحب عليها اللي انتو ما تبدو فرحانين اللي تتفرجوا في الفيديوهات هكي فرحتي بالدنيا وخاصة نكي نشوف تعليقات مزيانة معناها بربي ما تنسي وش طاو نحط لكم الباش كي ما قلت لكم اسحابي وعملوا تطلع بش يبدأ ان شاء الله معناها اني طاو نحكي معاكم في المونتاج معناها نقصد من غدوة معناها اول فيديو يهبط معناها مشيش ما تتخلوش مشيش ما تتمشي وش وتطلو هكا وتتفرجو وتكتبو لي تعليق اني حقا حتيتي الكركم تاوة الكركم يتحط من لون ما يتحطش طاوة راهوة الكركم بش يعطي لون لاصفر اكاها وامرها وفي نفس الوقت الناس لي زي ما تفهم راهو الكركم مش عال لون اكاها والكركم عندو بارشة منافع عركتها مليحة تخلت عليها تكا 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 تكي ما قاعدين نشوفهم بعض خليتها تخمر جوي عاد الخبز لمبسة سبي عملتو قبلو بنهار من رمضان اش نعطيكم ميني الحقيقة بعد ما كملت زيت صبيت الزيت ميلا زيت تبايش مش نعمل بليش ربي يحفظ لي بابا كان جيت مش دافع علي راني صبيت شوي الامانة اقول سمحني يا ربي سمحني يمينتي زيدا راهي تتفرج فيها تقولي شوفك الطفلة صبت الزيت قديش ما عرف على هو مش تقولها كيكة تعبابا الحمد لله ان شاء الله الله لا يقتحها ضحكة اني نحب ديما الضحك نحب ديما الجو وان شاء الله ديما نسكو الفرحانة يا ربي حسنوا بعد ما لعجينا تخمر اعمل الثفيرة اعمل منهار الشيني بوستة اعمل كلهم وعملهم فهمت الاشكال اللي تحبها المهم بتنسيوش تدهنوهم بالفاس العظمة وطيبوهم في الفور على ميتين درجة كملتا وان طيبهم ونوريكم شكلهم كيفاش وش يكونوا بعد في الاخر كيتيبو ما تنسيوش بربي كي تحطوهم في طبق المرة الثانية ما طيبوهم شو يتولغطيهم بمديلة وخليهم يخمروا مرة اخرى كيكا جي جيكا شي شوها وخفيفوا بنين تسحرت بيه لحقيقة الخبز هذي لحقيقة معنية طيبته ومعنية في النهار ومبعد في الليلة تسحرنا بيه شو عملنا في السحور احنا لكثري عملت قهوتي لحقيقة قمت لازم اكل قهوة ذيكا نقوم نحطها كيما في فطور الصباح بالضبط اني ديما السحور انو منسحرش الحلو ما نحبوش نحب مالح معنية معنية تعاشيناه في شقان فترة ذيكا سحورنا بعد اني كيما لنهارتها عملنا الخبز المبسسة مالت معاها في فطور الصباح معنية عبارة على قهوة وكل شي تبرك الله الخمسة معنية ودرجين يذن هو قمت قبل قرينا القرآن كل عادة والسنة معنية لكي هي عادتنا ديما هو واحد يقرأ قرآن في رمضان يوليها كي يحاول انو يختم ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينا على الختمين يا ربي كاوة سحرنا عادة وقمنا في الصباح في فورما الحمد لله وكملت نهاري وطيبت عشيتي زيدة بشن شاركها توا معاكم هي اللي هي اول نهار في رمضان معناها خبز منظروا الحقيقة يشاهي اللهم صلي عني بي نهير لولم رمضان معناها دي عشي يشقا الفاتر شهو تبنو تي قاتلي نحب روز بالفيكيا روز باللوز معناها قليتو كل لوز اللي اللونو احماركا شوية بتبيع اللوز رو عندو نوكا كي تقلي زيدة ويسيب نوكا بنينة في وص الزيت نحطك رويس بسال اللي قسيتو بش نعم زوز باية الجيج كبارة كهو فخاذ معناها بش نحطهم يتقليوا مع اللبصل سنتين ثوم كان حبيتو كان حبيتو معناها فما اللي ميحطش ثوم فما اللي يحط كل واحد بشنو يحب معناها حاتيت اكد باية الجيج بش نقليهم توا في الزيت مع اللبصل اكيد بش نفوحهم توا في وسطو هنا زيت الثوم ثلاثة سنينات اكيكا قسيتهم طريفات طريفات حذرت الفحات اللي هنا حاتيت الملح حاتيت فلفل اكحل زيت شوية بالعينة عطوة نحاولوا اللي هنا اللبنية اللي ما تعرفش الملح وتخاف اقل خير من برشا ردوا بيلكما بش متهلكوش عشايتكم وعليش اخسارة زيتا اللي ما تعرفش الملح تحط شوية دي ما اقل خيره بش تستحفظ على عشايتها حاتيت الفلفل احمر في العادة ما نحطش برشا فلفل احمر مرة هذي حاتيت الشربة عندي الحقيقة طريفات الحم علوش وعندي كالعظمة دي ما تقول لي امي العظمة بتاع العلوش يبنن برشا بشي تحطيتها تتقلز ادى معاها اه الدجاج هنا مرقته بش يتيب بعد بطبيعة يتيب ويسيب نكة الدجاج في وسطك المرق هو الروز بش بش يفيح بورق الش اسمه هو بمرق الدجاج الروز بش يبنين معنها عبارة مرقة الدجاج احنا اه كهو بعد ما مرقته خليته يغليلي انه يتيب وبعده نحط له الروز حاتيت لهنالك لافس في وسط الشربة وبعده نرمي تشيشة متاعي وكهو نخليها تتقل وبعدها مرقة او طو مرقتها اكهو بش نمازل اخر اه مازل الروز بش نقليها قبل ما نحطه عالماء عملت ملاوي نهار الثاني هذي نهار لول يا ربي متعرم ذال عملت ملاوي في سع في سع الملاوي بتباعة ما فيهاش شيخ ميرا حاتيت اسميد اكثر من الفيرينة و شوية ملح تنجم تعملها الملاوي سميد صافي وفيرينة صافي كما تحب بنتي الماء عملتو دافي شوية باش لفي سع في ساتة لاملي العجينة فهمت اكهو حاسيلو بعد ما ارتاح تكيكا شبيكا ساعة ولا ساعتين خليتها ترتاح حاسيلو مدة طويلة اه ما عملتش المرهدية بالسميد الحقيقة معنايا عملتو بالزيت اكهو الملاوي فما خطر ان يعملو يرشو هكا سميد كما المسمن معنايا اماني حابيت نعملو ملاوي عادي بالزيت و كهو بالزيت نرجعو للزيت يا لا هوي تاني باش نوفي طرف الزيت اللي يجبو هالي حاسيلو ما يسيلش نزيد نهز امي ظل يتاوبش نبدأ تاسعلي يا ربي فضله حاسيلو نبدو ديما باول معنايا خبزة حضرنيها راو باش نقول لكم حاجة راو الخبز الملاوي السر متاعه و البنة متاعه في الراحة اذا كان ما خليتيش ترتاح ما تجيكش بيه حويجا بركة نقول لك عليها بعد ما تطويها اربعة طوية تدخليها على اقل نصيف ساعة اخرى ولا سواعة ومبعد وخيتي يمدة كيف نهاك اقبل المغرب بدرجين بثلاثة الدراجة بدأ طيبهم باش بديو اسخاء ويجيكم اللهم سلي عني بيه بنا وشيها وشرها ولا شي يقولوا لا المهمة يجيكم يشره ويشره الثاني تاكوت كاوعات اتعبت حاطتي تاك المقلة تسخد وهي طيبة هو الخبزة وشربتي حضرت الروز حضر كل شي باش نحطه بعده بعد عالطاولة نقليه البريك كاوعو ازي لكي وستم شوية حقا نسيتها ستم شوية عاد عالف حم ذيك اول حاجة حطيتها عملت بزيد بشكة كتو قعدني في الدبوسة حطيتها في الفرجيدير لحيقة حطيت شوية خد ممكن حينها ربيك اتعب نزيد المد منها ونعملوش كاسلايتة ولا حاجة كاوعو الهناي وينك عامك الروز حقا مزيل ما طابش نسيته ويني نزرب نحسي بروحي سايه معنى يوفي الجيش بتبيع بعض ما الهناي تيب تخرجو اكلم رقع عندك مش برشا متوسط حطيتو فلفور يتحمر حطيتك الروز يتقلق مارنكي حطيت الروز حطيتلو شوية فلفل اكحل شوية بركة ملح حطيتو رميت عليه كترايف اللوز ومبعد زي انتو بالمعدنوسة كامل فوق ومديتك تسربس جديد حاعد ميلا دشانتو صارت تتشين زي انتو الطاولة حطيت تسلطن شوية اللهم سلي عني بي خيرات وبركة الشرباكة كما قاعدين شوفو فيه وذي عشيتي هذي تبارا لولا متاع اول نهار في شارسي دي رمضان توا باش نكمل بعد ما كملت باش نعمل كويستي وكع هو نعم شوية بخور بدي ما عندي يفحم ويشعل بدي مني يزمني ينبخر بخرت حسيل وعملت كويستي بالبندق وقاعدة مزينا ومبعد قصدت ربي مشيت نخدم على روحي مريكم كواليس الحلقة الثانية الحقيقة برشا اجواء ما احلى اكيب بتسلم عليهم الناس الكل سلم على ولديتي نقول لهم مولادي خاتر بالحق محليهم محليهم ربي يحفظهم ربي ان شاء الله يرزقهم الوقت الطيب وفي بالمناسبة بربي بالمناسبة هذي زدنا نحب نوجه تحية كبيرة الناس عزيزة عليها برشا برشا الولادي اللي في الغربة الناس اللي نحبهم الكل بالحق نقول لكم ربي يخليكم ليه ربي يعليكم على من يعاديكم ربي يستركم ويرزقكم الوقت الطيب دعوتي هذي كل اللي لنقولها في شقان الفتر نجي نشرب شربة الماء ندعي لولادي اللي نحبه من كل للكل للكل وندعي للناس اللي العزيزة عليها على قلبي ان شاء الله يربي يعطيكم يا ربي ما تتمنيه حاصلوا بالحق اني كنا نبدأ ندعي نتأثر شوي يا راهو ندعي خطر من قوة قلبي يعني المهم ما نيخيتك بقي نعجن لحجين ورايا ورايا حتى في الغالب بقي نعجن ونكور ماويني حاصلوا المهم سوحابي نعمل هنا في المعمول لاي حلقة الموثيجة معمول معمول بنين برشا وتعرفوها ما مريد ذخموني حاصلوا سوحابي وفيرا والفيديو نتعليو ان شاء الله نتلقا ويختي علي ان شاء الله نتلقا في فيديو اخر ونوريكم برشا حاجات وبرشا كوالي اسمي زينا استنوني في الباج ان شاء الله نهبط هاي لكم تشوفوا الفيديو الجديد معناها في الباج اللي مش نحطو لكم توا في صندوق الوصف سلام يا احلى ناس سلام يا عز الناس باي باي